عزيز الدارس عامل ايه? بولك ايه? حلقة الواصل بيني وبينك مش المحاضرة اللي انت بتحضرها او المحاضرتين اللي بتحضرهم في الاسبوع. دول بالنسبة لي مهمين ليا علشان انقل المعلومات. بس الاهم منهم ليك ايه بقى? الممارسة. علشان كده انا ضايف اوقات ممارسة كتير. عندك محاضرة يوم الاربع سيشن ممارسة مع مكين. عندك اه القصة اللي بتسمعها يوم الخميس الساعة عشرة. عندك المهام او التكاليف او الواجبات اللي بكلفك بها بعد كل محاضرة. دي حلقة الواصل بيني وبينك. دي اللي هتخلينا عرف اقيم. احنا ماشيين صح ولا لا. ودي اللي هتخليك انت تقيم نفسك من غيري. احنا ماشيين صح ولا لا. فتاخد المحاضرة وتجري دي مش هتبقى مؤسرة. هنيجي اخر الشهر او الشهرين نقول احنا ما وصلناش اللي احنا عايزين. طيب احنا عملنا ايه? كنا بنحضر محاضراته بس? ولا كنا بنحضر محاضرات? ونتفاعل ونحضر الممارسة ونمشي ايدينا كده نعمل التكاليف والواجب تسموه واجب عادي. آآ وانا انخرط في الانجليش. فما تاخدش المحاضرة وتفتكر ان المحاضرة هي بس ده اللي هاعلمك. لا. النقطة التانية ستيب باي ستيب. انا دلوقتي آآ كنت قاعد بفكر حقيقة ان انا عايز اعمل حل سريع جدا لاكتساب اللغة. لان انا عانيت في اكتساب اللغات اللي انا بتكلمها دلوقتي. عرقت وتعبت وكلنا كده. آآ فقلت ايه? افضل اقتراح او افضل اختراع يسهل الطريق على الطالب. جات لي فكرة. ان احنا نعمل برشام. برشام اكتساب اللغة. تاخد البرشامة من دول تبلع تقعد تلات ايام. تمشي على الكورس البراشيم دي. تلات ايام. واو. رابع يوم هتبقى زي الفل. هتعرف تتكلمين. طبعا ده يعني ايه? فكرة وهمية. ملاش اي علاقة بالواقع. لان الواقع هو اسوأ بكتير. والواقع هو اللي بيخلي الناس كتير ما تكملش في اكتساب اللغة او الكورس. ليه? علشان فكرة جهد مستمري دي صعبة قوي على النفس. اللغة. يعني انا ما حسش بالفرق غير بعد شهرين تلاتة اربعة خمسة ستة. يعني ما حسش كده الناس تسقف لي مرة واحدة ولا. لأ. لازم تاخدها جهد مستمر. زي الجيم كده. ده في حد بسقفلك من اول يوم ولا حتى من بعد شهر. طب تفضل تضحن نفسك وفي الاخر المتح بيجي ايه? آآ لا فيه قد. ده بيبقى محبط شوية للنفس البشرية. بس. الوقوف بيبقى محبط اكتر على المدى البعيد. فانت عاست تختار ايه? النقطة التالتة. انا مش جاية لومك وبس. ولا جاية حفزك وبس. لأ. انا جايب معي ينظم لك يومك شوية. انا عارف ان معظم الناس مشغولة. معظم الناس مطحونة سواء في الشغل او في البيت او في قسارها. ده طبعا مفهوم. ولكن انت دفعت وحطيت لنفسك هدف. فما تسيبوش يطير. فيه حلوة قوي. يفكرك. عشان ما تفرهدنيش ولا انا فرهدك ونفضل نجره على بعض زي القط والفار. فيه ابليكيشن حلوة قوي. تو دو. تو دو لست. ايه تو دو ده? ده ابليكيشن عاملها مايكروسوفت. تدخل. تكتب المهام اللي مطلوبة منك. والله هنعندي محاضرتين مع مستر مصطفى. سبت والتلات الحد والاربع ايان كان. اكتب ده. وخلي خلي التو دو لست يفكرك قبلها بربع ساعة عشان تجهز. مش تيجي فجأة ايه ده? نا هنهزر وتدخل لي بقى محاضرة متأخر. لأ. عندي محاضرة مع مستر مكين. الاربع الساعة عشرة. اعمل ده في الليست. الليست دي هتفكرك قبلها بربع ساعة. انت عندك محاضرة الساعة عشرة. اعمل بتاعك في تسعة خمسة واربعين. قبلها بربع ساعة فكرك. في سيشن. خلي بالك. الهومورك. اصحى كده في يومك ادخل على الابليكيشن. ماي داي. وكتب انا عايز اعمل الهومورك بتاع الانجلش. الساعة كزا. او كزا. وما يخلصش اليوم غير لما تعمل الهومورك وتكتب تفرح. غير كده صدقني الدنيا هتبقى صيحة على بعضها. وانت مش عارف انت بتحضر امتى? وفين? وليه? ومطلوب منك ايه? ومش مطلوب منك ايه? حمل دي. ودي هدياتي لك النهاردة. هعمل لك اه من يعني اه هعمل لها على بتاعتكو. تقدر تحملها. والساين اوب سهل جدا. واخد نص ساعة التعلم على دي. او تعلم ازاي تستخدم هو سهل جدا. وكل حاجة. وحط المهام بتاعتك والتاسكس. وربنا وفاك. تانكيو.